على خطة دول المتقدمة يسير قطاع الصحة في إيران إشادة جاءت على لسان زوارها من منظمة الصحة العالمية وممثلين عن نحو عشرين دولة تشارك في مؤتمر وزراء الصحة لبلدان شرق المتوسط في طهران عندما يكون الدواء والغذاء من ضمن العقوبات فهذا إرهاب اقتصادي وضد البشرية الشعب الإيراني لم يرضخ لهذه العقوبات بل ضعف جهوده ويتجه الآن نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي وينتج حاليا 95% من الأدوية اللازمة تشير الإحصائيات إلى أن إيران احتلت المرتبة الأولى في المنطقة من حيث تطور الطبية والمرتبة السابعة عشر عالميا في إنتاج المقالات الطبية فضلا عن تأسيسها أكثر من 3000 شركة علمية متخصصة في المجال الطبية خلال السنوات الخمس الماضية إن القطاع الصحي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قطاع رائد وقطاع متطور سواء كان على مستوى الأدوية أو على مستوى التجهيزات ومسلزمات في إيران 160 شركة ومعملا لإنتاج الأدوية وهي تنتج نحو 54% من المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية التغطية الصحية الشاملة في جمهورية الإسلام الإيرانية هي من أحسن الدول في الأقليم الرعاية الصحية الأولية والتي هي المدخل الرئيسي أيضا في إيران قوية جدا تصدر إيران منتجاتها الدوائية وأجهزتها الطبية إلى أكثر من 30 بلدا حول العالم وقد كسرت التوقعات فنجحت في إنتاج أدوية مضادة للأمراض المستحصية كالسرطان والزهايمر والسكر بخبرات وطنية كما افتتحت مؤخرا أكبر معمل لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في الشرق الأوسط في الوقت الذي ما تزال فيه أشد العقوبة مفروضة على القطاع الصحي الإيراني تؤكد طهران خلال هذا المؤتمر اليوم استعدادها لوضع جميع خبراتها في المجالين الصحي والطبي في خدمة دول المنطقة أملا منها بفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون مع دول المنطقة مالك عابدة طهران الميادين